بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبيه الله محمد صلى الله عليه وسلم نكمل تصنيف الترابات والسلوك والآن التصنيف السلوكي تبعا لبعدة ومجموعة أبعد الوصف ده بتاع التصنيف ده بيعتمد على الوصف السلوكي للبعدة ومجموعة أبعد ومنها أول شيء الحركة الزائدة ودي بتميز زاوة ترابات السلوك زاوة ترابات السلوك عندهم حركة زائدة لازم ناخد بالنا من النقطة دي. كمان عندهم عدوان. العدوان ده موجه نحو الزات او نحو الاخرين. كمان عندهم انسحاب. ده نقطة مهمة جدا. انسحاب اجتماع. مشكلات متعلقة بالنمو الخلقي والانحراف. طيب. تعالوا بقى نشوف التصنيف تبعا لايه? التصنيف تبعا للتحليل العاملي. واول واحدة منها هي الطابط التصرف تتضمن عدم الطاعة والازعاج. يبقى التصنيف تبقى للتحليل العاملي بيتضمن عدم الطاعة والازعاج. اتنين. الطابط الشخصية وتتضمن لانسحاب الاجتماع. كلمنا عليه. جميل? عدم النرج. تتضمن ضعف الانتباه والسلبية الشخصية. كمان لانحرافات الاجتماعية مثل الهروب والسارقة. ده من الانحرافات الاجتماعية. وده اشياء خاصة بايه? بالقانون ومشكلات المجتمع.